طيب شايف ايه هو التشكيل الانسب اللي ممكن كروش يلعب بيه تاني حاجة توقعاتك ايه ليه مشاركة المنتخب في كأس العرب انا شايفها مشاركة كويسة وهتفيد لعبتنا بشكل كبير جدا يعني برضو احنا لازم زي ما بنقول السلبيات نقول برضو في ايجابات كتيرة ان بدأ يدخل ناس كتيرة جدا ما كانتش دولية وبقت الوقت دولية فبيتفرج على المطشاط كلها بيتابع ونتابع كويس جدا للمطشاط شايفين مهانة دلاشين كمان دخل في المجموعة مهانة دلاشين من لعبت كويسة جدا رغم عادة الفوات الملقات كان موجود في المنتخب وموجود في اسماء كناريا دخل من فترة عمر مرموش اللي قدمهن بصورة هاي لو يمكن يعني خد ريسك كبير جدا ان يجيب عمر مرموش ويبدأه برضو دي تحسب له ففي ايجابات كتيرة جدا من ضمنها البطول العربية اللي هم نتكلم عنها دي هيظهر فيها لعبة كتيرة جدا كويسة التشكيل يعني ببريزبة كبيرة معروف محمد الشنو في حراسة المرمو هيبقى اكرم توفيق نحية اليمين واحمد فتوح نحية الشمال الونش واحمد حجازي هو ايمن اشرف كمان موجود بس يعني هيفضل يلعب بالونش واحمد حجازي طبعا عجبني جدا لو اخد محمد عبد المنعم ومروان داود لكن محمد عبد المنعم من وقت سموحة من السنة اللي فاتت وانا متابعه مساك كويس جدا وهيبقى ليه مستقبل كبير يعني لكن خط الظهر ازا ما احنا قلناه يبقى يلعب بالرباعي اكرم توفيق نحية اليمين ونحية الشمال احمد فتوح والونش واحمد حجازي في اتنين مساكين خط الوسط طبعا عمر السلية ما عندنا مهند لاشين عبد الواحد ده اللي انا بتكلم عنه بقى محترامي كل الناس اللي موجودة لعبة كويسة جدا ومهند لاشين لعبة كويس عمر كمال احمد رفعت زيزو اقفشة مستقبل فتحي حسين فصل لكن مين في كل دول بيلعب مكان طرق احمد ولا واحد حتى السلية اه عنده الميولة الهجومية اعلى من الدفاعية لكن طرق عنده الميولة الدفاعية احسن من الهجومية يعني كابتن كروش قال النهاردة ان هو حجازي هينضم بدلا يعني من امام معشور وبيقول ان هو ممكن يعني يبقى بديل لطريق احمد حجازي مكان امام معشور يعني مثلا ممكن نلعب بسلية واحمد حجازي يبقى انت تلعب بثلاث مدافعين لان احجازي بطبيعة الحال هينزل مع الاتنين المساكين اللي وره فانت قلبت الطريقة لثلاثة وره فانت يعني ايه اللي جاي ممكن هلعب عشانه يعني من النهاردة انا بلعب البطولة دي عشان كس العالم اللي انت بتقول عليه او تصفيات كس العالم اللي هبنتكلم عنه على الاقل ادينا الشكل او المنظر العام اللي نلعب بيه لما لما نيجي نخش في التصفيات هنشيل سين ونحط صاد صاد اللي هو المحترف فاحنا عارفين الشكل اللي احنا نلعب بيه لكن بالطريقة دي احنا مش عارفين الشكل يعني كون ان احمد حجازي هيخش جنب السلية فده يعني مش هيحصل استحاله يحصل في المطشاط الجامدة او التصفيات الرسمية اللي احنا ندخلين عليها في كاس العالم لا احمد حجازي هلعب مساك تب ليه اللفة ما انا اللي هلعب بيه اكمل بيه بس بشيل الافراد بشيل المحلي وبحط رجل محترفي فيعني خلاني نقول للاقربتين حمد فاتحي وعمر السلية وممكن يبقى معهم مجدي افشا قدامهم هلعب اتنين وقدامهم واحد لارة خم عشر مجدي افشا ويلعب شريف راس حربة مصطفى فاتحي وانا شايف ان احمد رفعت ممكن يبدأ اشتركوا في القناة